أكدت وزيرة التضامن لاجتماعين فين القباج أن رئيس السيسي قد واجه بالإسراع في صرف التعويضات وشمول أسر ضحايا غرق سيارة في النيل بمحافظة المنوفية بالرعاية الشاملة وبذل الجهود للحد من عمالة الأطفال أشهدت وزيرة التضامن بجهود محافظة المنوفية ومساهمات منظمات المجتمع المدنية في تقديم الدعم لأسر الأطفال ضحايا هذا الحادث محذرة من الزج بالأطفال في أعمال غير آمنة تهدد حياتهم وبتشغيلهم دون سن العمل التي نص عليها قانون الطفل وقانون العمل كانت الوزارة قد قامت ببحث الموقف وعمل دراسة حالة عن كل أسر ضحية وتقديم كل التقارير للجهات المختصة لتقديم الدعم لأسر الضحايا